السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله عبارة الجزائر شروط السفر في المعابر البحريات بين مرسلية والجزائر تعاني الوزارة اجراءات جديدة للمعابر البحريات بين مرسلية والجزائر العاصمة نكشف المزيد عن هذا اليوم سيتم تطبيق اجراءات جديدة على المعابر البحريات الجزائريات للعبارات واعلنت الوزارة ان جميع الرحلات البحريات من الجزائر واليها تتطلب تصريحا صحيا بالاضافة الى الاجراءات المعمول بها بالفعل مثل اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل والاختبارات المصلية تعيد فتح خط مرسلي الجزائر عبر العبارات الجزائريات في واحد لونبر بعد اكثر من عام ونصف من الاغلاق بسبب وباء كوفيد 19 نفسا حقيقيا من الهواء النقي لألاف الجزائريين المحرومين من بلادهم لأكثر من عام ونصف تعلم وزارة النقل جميع المواطنين الراغبين في السفر عن طريق البحر لان جواز السفر الصحي بالاضافة الى الاجراءات المعمول بها والاختبار المصلي الزمي لرحلات من وإلى التراب الوطني وهو الاجراء الذي سيتم تطبيقه واعتبارا من يوم الاثنين السادس دي جنبر 2021 اعلنت وزارة النقل في بيان العبارات الجزائريات والمعابر البحرية واعلنت الوزارة عن استحداث بطاقة صحيات كشرط للدخول والخروج من الجزائر يجب على المسافرين ايضا تقديم اختبار سلبي يجب ان يتم ذلك قبل 36 ساعة من الصعود الى الطائرة يجب عليهم ايضا الخضوع لاختبار التحكم في المستضدات على نفقتهم عند وصولهم الى الجزائر ذكرت الاخبار من جهتها تدعو وزارة النقل المسافرين الى احترام ايماءات الحاجز وكذلك البروتوكول الصحي نلاحظ ايضا ان ارتداء القناع الواقع الزامي حاليا ينطبق تصريح الصحة على المسافرين عن طريق البحر فقط لم تتخذ الوزارة قرارا بشأن المسافرين جوا